اشتركوا في القناة الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته وعلى شعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار ودعى مجلس الوزراء في ذكرى ميلادي سيد البشرية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى استذكار واستلهام القيم الحميدة والتعاليم السمحاء للدين الإسلامية الحنيف والتي جاءت ليعم معها السلام والمحبة والخير بين البشرية بعدها تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء باهتمام المستجدات في حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية الطبي وتداعياتها وتابع سموه الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى التقرير النهائي بشأن الواقع تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونيا وإداريا في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير أو خطأ وذلك تفعيلا لمبدأ المحاسبة والمساءلة معربا سموه عن بارغ مواساته لوالدي الطفلتين وذويهما في مصابهم الأليم بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوصل إلى الاتفاق التاريخي لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيعزز هذا الاتفاق مناخ السلام ويدعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق التعاون بين دوله كما رحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية برفع جمهورية السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب الدولي ثم رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لما يشكله من خطوة ضرورية لضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامتها ووحدة أراضيها والوصول إلى حل مستدام للنزاع فيها وقد أدل سعادة الدكتور ياسر من عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقيد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليف عهل البلاد المفدح حفظه الله ورعا بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة نعكاسات انتشار فيروس كورونا كوفية 19 عالميا بما يحافظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح الموطنين واستنادا للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم 5 إلى الفقراجين من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل فقد وافق مجلس الوزراء على سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين والمؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن بموجبه وذلك في الشركات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من حساب التأمين ضد التعطل ولمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 وكلف المجلس الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ثانيا قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لاسترداد خمسة مشاريع بقوانين معروضة على مجلسي الشورى والنواب لانتفاء حاجة الحكومة منها لصدور قوانين مماثلة لها وهي مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المحال وفق المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2002 ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المحال وفق المرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2008 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات والمحال وفق المرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الحكومة المحال وفق المرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2004 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمحال وفق المرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2004 واتخاذ ما يقتضي ذلك من إجراءات من قبل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ثالثا وفق مجلس الوزراء على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في بداية العام 2021 لفتح باب التطوع للمدنيين العاملين في القطاع العام والخاص وذلك لتفعيل القوة الاحتياطية للمتطوعين المدنيين في قوة دفاع البحرين حسب مراحله المختلفة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الدفاع رابعا وفق مجلس الوزراء على قبول تبرعات عينية في صورة ملاعب مجهزة تتكثر ببنائها وتكاليفها الشركات الداعمة لمبادرة ملاعب الفرجان وذلك حسب الشروط والتصاميم التي تعتمدها وزارة شؤون الشباب والرياضة بحيث تسلم إلى الوزارة كملاعب جاهزة في صورة تبرعات عينية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة خامسا وفق مجلس الوزراء وحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين الأول مشروع قانون بتعديل قانون حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والثاني هو مشروع قانون بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على إعداد مشروع وطني يعد تشريعيا يكفل وضع التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية موضع التنفيذ وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا وفق مجلس الوزراء على التقرير الدوري لأعمال لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سابعا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حول مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك والذي تمت سياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثامنا وفق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب نظرا لتحققها فعليا على أرض الواقع من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير خلال الفترة التي قدمت فيها تلك الرغبات الأولى تتعلق بدعم ومساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا والثانية بشأن تعقيم سكن العمال وزيادة التوعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والثالثة بخصوص رسوم السجلات التجارية وتجديدها للمتضررين في فترة إغلاق نشاطاتهم والرابعة بشأن استفادة العاملين في القطاع الخاص من دعم الأجور الذي نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية والخامسة بالحد من الازدحامات في ظل ظروف جائحة كوفية 19 في شارع زيد بن عميرة في بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما بنتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية وذلك من خلال سعادة وزير التربية والتعليم وبنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية